ما يجري في تركيا ليس انقلاباً عسكرياً على الإطلاق هي ثورة من داخل القوات المسلحة التركية تتصارعان في السياسة إلى الحد الذي يشعرك بقرب اشتعال حرب بينهما كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج وتتشابكان في الاقتصاد إلى الحد الذي يشعرك بأن التحالف بينهما أمر لا مفر منه وبينما كان البلدان في الفين وتسعة عشر على مسافة شهور قليلة من إعلان مواجهة كبيرة في ليبيا تأتي بيانات معهد الإحصاء التركي لتؤكد الفرضية الصادرات إلى مصر تصل إلى ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار عام الفين وتسعة عشر بمعدل زيادة يقترب من الثلث عن العام الذي سبقه إذن الخلاف الذي نسمع عنه حاضراً والمصالح التي لا نسمع عنها موجودة وبقوة وهكذا تبدأ حكاية العشق الممنوع بين تركيا ومصر الخلافات على أشدها بدأت منذ الانقلاب العسكري في مصر عام الفين وثلاثة عشر تعمقت في مناسبات وأحداث سياسية وعسكرية إقليمية لكن كان أبرزها ثلاث صدامات سياسية وعسكرية وشخصية الخلاف الأول صراع الغاز في شرق المتوسط في الفين واربعة عشر وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص لتدخل ضمن الفريق المناهض لتركيا اتفاقية وسعت المناطق الاقتصادية اليونانية على حساب تركيا وجاءت تركيا لتوقع اتفاقاً مماثلاً مع ليبيا في الفين وتسعة عشر يوسع مناطق أنقرة بنسبة ثلاثين في المئة وعلى غير ما يمكن أن تتوقع يوسع مناطق مصر أيضاً على حساب اليونان لن يعطي القاهرة حصة أكبر من غاز المتوسط في حسب بل أيضاً يقطع الطريق على خط إسرائيل وقبرص ميد إيست الذي سيضر بحلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحويل بلاده إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز في المنطقة الخلاف الثاني ليبيا أصعب الملفات الشائكة ليبيا التي تملك أكبر احطيطي نفط في إفريقيا منقسمة منذ عام الفين وأربعة عشر بين سلطتين في الغرب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تدعمها تركيا عسكرياً وفي الشرق قوات خليفة حفتر المتمردة المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا والسعودية ومع فشل حملة حفتر الأخيرة على طرابلس وتراجع قواته يأتي الوعيد المصري بالتدخل العسكري لصالح الحليف وبتشجيع إماراتي سعودي روسي يريد كل من الطرفين أن تكون ليبيا مساحة لنفوذه الخلاف الثالث التصعيد الإعلامي والأسباب الشخصية السيسي وأردوغان لا يتقبل أي منهما الآخر أردوغان يراه انقلابياً غير شرعي والسيسي يراه من طراز عثماني وإسلامياً آخر لا يمكن التفاهم معه لكن أحياناً المصالح تغطي على الأيدالوجيا غير أن سبباً آخر قد يمنع ذلك فالسيسي حلفاء من طراز إما أن تكون معي أو ضدي والإشارة هنا عن السعودية والإمارات ولن تقبل الدولتان بأي تقارب مصري تركي ولن يضح السيسي بحليفين أمده بالمليارات ويشترك معهما في ملفات كثيرة بالمنطقة ويكون الإعلام مكاناً مثالياً للسجال وهل تعطرف شبكات المصالح المشتركة بهذه الخلافات السياسية؟ بالطبع لا بدليل أن أسمى التبادل التجاري بين البلدين في صعود مستمر ومن المتوقع أن استمر الصعود مع تجديد اتفاقية التجارة الحرة نهاية 2020 وهي الاتفاقية التي تحكم التبادل التجاري بينهما منذ عام 1976 ليس من مصلحة تركيا إلغاء الاتفاقية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ولا من مصلحة مصر التي تمتلك برنامج إصلاح اقتصادي وتسعى لزيادة الاستثمارات مع أي دولة حتى لو كانت تركيا وما هو منطق المواجهة المحتملة؟ عمل بحسب مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بآخر رأى كثيرون أن السيسي قصد الوجود التركي في ليبيا لكن مسؤولين أتراكا يرون أن تهديدات مصر ليست أكثر من محاولة للضغط على حكومة الوفاق لقبول هدنة الدولتان لديهما قدرات عسكرية متقاربة إلى حد كبير فرص نشوب حرب مفتوحة ضائلة وهناك توقعات بأن تقربهما المصالح المشتركة في شرق المتوسط القاهرة وأنقرة بحاجة إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية أولاً وهذا أمر غير متوقع في الأمد القريب مع بقاء حالة الحرب الباردة بين تركيا وقطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى لكن المواجهة قد تشعل أزمة لاجئين جديدة في أوروبا وقد تسهم في تعطيل التجارة في المتوسط وقد تسفر عن عودة داعش إلى ليبيا لا أحد يسعى إلى هذه المواجهة كما أن الشركاء والجيران لن يسمحوا بها